بعد ما تكلمت في الحلقة اللي فاتت عن الفاصوليا الخضرة لقيت كزا تعليم من حضراتكم طلبين فيه ان احنا نتكلم عن الفاصوليا البيضة اللي بيقولوا عليها انها كنز ملي بالفيتامينات والمعادن والبروتين ومضادات الأكسادة ولكن في نفس الوقت البعض بيطلق عليها اسم انها عدوة المعادن فلو عايزين تعرفوا فوايد واضرار الفاصوليا البيضة والحقيقة الكاملة عنها نتقابل بعد الفاصل السلام عليكم معكم السيدالي حازمونير ورسالة جديدة من اجل توعية المرضى والاصحاء ورسالتنا اليوم بعنوان فوايد واضرار الفاصوليا البيضة وبذكركم ان حلقة اليوم هي الحلقة رقم 74 من سلسلة حلقات فوايد الطعام واضراره حلقتنا مقسمة الى اربع اجزاء ففي الجزء الاول هنتكلم عن اهم سبع فوايد طبية للفاصوليا البيضة والجزء التاني هنذكر اهم اربع اضرار للفاصوليا البيضة وفي الجزء التالت هتجاوب على السؤال اللي بتسئله كتير هل يصلح تناول الفاصوليا البيضة من قبل مريض السكر ام لا وفي الجزء الرابع والاخير هقولكم على طريقة سريعة لتحضير الفاصوليا البيضة بدون عناء النقع لمدة ساعات يلا نبدأ بالجزء الاول ونذكر اهم سبع فوايد للفاصوليا البيضة رقم واحد كنز مليء بالفيتامينات والمعادن والالياف ومضادات الاكسادة فكوب واحد من الفاصوليا البيضة بيمدنا بتلت احتياجنا اليوم من الالياف والحديد وحمض الفوليك وبربع احتياجنا اليوم من الماغنيسيوم والزينك ولو عايزين تعرفوا الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن شاهدوا سلسلة حلقات فيتامينات ومعادن اتنين كنز البروتين للاشخاص النباتيين فكوب واحد من الفاصوليا البيضة بيمدنا ب17 جرام بروتين فالفاصوليا البيضة من اعلى مصادر البروتين بالنسبة للبقليات ولكن لازم نصحح بعض المعلومات الخاطئة فلازم نعرف ان على الرغم انها غنية بالبروتين لكنها غير كافية لانها لا تحتوي على كل الاحماض الامينية الضرورية لذلك الافضل ناخد البروتين من مصادر اخرى اضافية وافضل مصدر هو اللحوم ولكن لو حضرتك شخص نباتي فنوع في مصادر البروتين عن طريق الخضروات والبقليات ومنتجات الالبان ثلاثة مفيدة لمرضى الكوليسترول وده بسبب انها لا تحتوي على كوليسترول ونسبة الدهون اللي فيها لا تسكر ده غير انها غنية بالالياف المزابة اللي هتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار اربعة مفيدة لصحة القلب نظرا اللي هتوقع على ماغنيسيام وبوتاسيوم والياف ومضادات اكسادة خمسة قد تعطيك الشعور بالشبع والامتلاء لذلك ممكن تساعد على انقاص الوزن لكن نخب بالنا ان سعراتها الحرارية مش قليلة فكوب واحد من الفصولية البيضة بيمدنا بـ 240 سعر حراري ولكن الميزة في الفصولية البيضة انها بتحتوي على خليط من الالياف والبروتينات وبتساعد على تقليل هرمون الجوع ده كمان بعض شركات الادوية بتصنع مكملات غذائية لانقاص الوزن وبتبقى المكملات دي عبارة عن خلاصة الفصولية البيضة فالمكملات دي بتساعد على تقليل امتصاص الكاربوهايدريت 6- مفيدة لصحة الحوامل نظرا لان الفصولية البيضة غنية بحمد الفوليك والحديد وفيها كمان كمية لابأس بها من الكالسيوم ولكن فيه تنبيه مهمة حذكره لما أذكر اضرارها عشان نستفاد من الفيتامينات والمعادن اللي فيها 7- الفصولية البيضة قد تساعد في الحماية من الامساك نظرا لحتواءها على كمية جيدة من الالياف الغير مزابة كده احنا ذكرنا اهم سبع فوايد طبية للفصولية البيضة تعالوا نذكر اضرارها رقم واحد غير مناسبة لمرضى القولون لانها ممكن تسبب غازات وانتفاخات لذلك لو انت مريض قولون ما تكسرش من تناولها وسبق وتكلمت قبل كده عن الاكل الممنوع والاكل المسموح لمريض القولون 2- عدوة المعادن لو لم يتم تحضرها بطريقة صحيحة فالفصولية البيضة غنية بحمد الفايتك والحمد ده بيمنعه بيقلل من امتصاص المعادن في الجسم فبيقلل من امتصاص الحديد والزينك والكالسيوم لكن لو حضرنا الفصولية البيضة بطريقة صحيحة هيقل جدا حمد الفايتك والطريقة الصحيحة هي ان احنا هننقع الفصولية البيضة لمدة 12 ساعة في المية عشان نتخلص من حمد الفايتك وكمان لما بنبدأ في طبخاء على النار بيقل الحمد ده جدا وفي طريقة اخرى سريعة هذكرها في آخر الحلقة ثلاثة قد تكون غير مناسبة لو حضرتك أو حضرتك بتعانوا من الصداع النصفي لأنها قد تزيد من احتمالية حدوثه وإن كنت لم أجد دلائق العلمية قوية بخصوص هذا العرض الجانبي لذلك مرض الصداع النصفي هقول لهم يرأبوا نفسهم هل فعلا بتزيد عندهم هجمات الصداع النصفي عند تناول الفاصولية البيضة أم لا أربعة احذروا الفاصولية البيضة المعلبة فمشكلتها أنها بتحتوي على كمية علية من السوديوم اللي بيستخدم كمادة حفظة ولكن ممكن نتغلب على المشكلة دي عن طريق غسلها كذا مرة فده حيساعد على التخلص على جوز كبير من السوديوم اللي طبعا مضر لمرضى الضغط واحذروا الفاصولية المعلبة اللي مضاف لها سكر لأنهم أحيانا بيضيفوا السكر اللي جعل طعمها أفضل من الفاصولية العادية تعالوا نجاوب على السؤال الأهم في الحلقة هل الفاصولية البيضة مناسبة لمرضى السكر أم لا والسؤال ده هيعمل خلافات بين المتابعين في التعليقات لأن السؤال ده مسير للجدل خاصة مع الفاصولية البيضة ولكن اسمعوا مني واكتبوا رأيكم بعد كده في التعليقات أولا خلينا متفقين أن أي طعام بيحتوي على سكر أو كربوهايدريت فبالتأكيد الطعام ده حيرفع السكر ولكن السؤال الأهم حيرفع السكر بسرعة ولا لا وحيرفعه بمجدار قد إيه فالفاصولية البيضة غنية بالكربوهايدريت ولكن الميزة أن ربع الكربوهايدريت اللي فيها عبارة عن ألياف اللي حتأخر وتقلل من امتصاص السكر ثانيا المؤشر الجليسيمي للفاصولية البيضة المطبوخة 33 فقط يعني مش هترفع السكر بسرعة ثالثا الحمل الجليسيمي للفاصولية البيضة المطبوخة 8.3 فقط يعني قيمة ممتازة أيضا ولكن ليه بعد مرضى السكر لما بيكلوا الفاصولية البيضة بيقولوا أن السكر ارتفع عندهم الإجابة بمنتهى البساطة بتعتمد على الكمية اللي حضرتك أكلتها من الفاصولية البيضة وإيه الأكل اللي أكلت معاها يعني إحنا كمصريين مثلا بنحب ناكل الفاصولية البيضة بالرز فطبيع السكر حيرتفع ثانيا لما تاكل كمية كبيرة من الفاصولية البيضة طبيعي جدا حيزيد الحمل الجليسيمي بتاعها وبالتالي حترفع السكر الملخص إنك لو أكلت 150 جرام أو أقل من الفاصولية البيضة المطبوخة بدون أرز ولا خبز فإن شاء الله السكر هيكون طبيعي ومش هيزيد عن 180 والرقم ده طبعا خاص بمرضى السكر فقط ولو حضرتك أو حضرتك مش فاهمين يعني إيه حمل ومؤشر جليسيمي فأنصحكم بمشاهدة حلقة أفضل 10 فواكه لمرضى السكر لإني بعتبرها من أهم الحلقات اللي موجودة على القناة تعالوا ننتقل للجزء الرابع اللي بعنوان ما هي الطريقة السريعة لتحضير الفاصولية البيضة خلينا متفقين إن أفضل طريقة لتحضير الفاصولية إن إحنا حننقاحها في المياه لمدة 10 أو 12 ساعة عشان نعرف نطبخها ونحصل على فوايدها من الفيتامينات والمعادل ولكن هتعملي إيه لو معادل أكل قرب وإنت نسيتي تنقعيها أو جوزك طلب منك تعملي فاصولية بيضة والمفروض هتاكله بعد ساعة أو اثنين الحل بسيط هنحط الفاصولية البيضة في مياه مغلية ونسيبها على النار لمدة 3 أو 5 دقايق وبعد كده نشيلها من النار ونغطي الحلة ونسيبها في المياه بتاعتها لمدة ساعة وبعد كده نتخلص من المياه دي ونبدأ في طبخها فالطريقة دي هتساعدنا على التخلص من الفايتك أسد والليكتين اللي بيعملوا مشاكل في امتصاص المعادل ومشاكل الغازات والانتفاخات بتمنى تكون الحلقة عجبتكم وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس كان معكم الصيدالي حازم مونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته